واحد يقول العقاب يولد المحبة والعقاب يولد الكراهية هذه بعض التكلماتكم منذ السابيع ولكني هتمنى ان اصل هذه الكلمات الى كل مسؤول او رائع حتى لا يفقد حبة اولادك لا اشوفوا نفس الجملة تحتاج الى دقة في التعبير العقاب يولد المحبة انا ما اتشأل لي لكن العقاب يولد الكراهية ليس كل عقاب يولد الكراهية دي معدار شافة عليه لان ربنا اخي ينبعاق فهل دي بتولد الكراهية عندنا الكلام دي مع معدار شافة عليه كما النوعية العقوبة وطريقة العقوبة لو ما كانش فيه عقوبة على البطلاق يحدث نوع من الاسبتار وكل واحد يعمل ما يشاء دي ربنا اوجد العقوبة من اول خطيه عاقب ادم وعاقب حواء وعاقب الحي في تكوين الصح ثلاثة فمش كل عقوبة تولد الكراهية في عقوبة توقز الانسان وتوقز دميره وتوقز دمائر الاخرين ولذلك بولس الرسول قال لت الميزة في الرسالة الاولى الصح 5 قال له الذين يخطئون وطخهم امام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف لكي يستفيد الاخرون من العقوبة وما يخطئوش هم الاخرين ولذلك نجد ان في اول العصر الرسولي القديس بطرس الرسول عاقب حنانيا وسفيرة بعقوبة شديدة جدا وبعد كده يقول الكتاب في الاخر للصحفة كان فيه خوف على جميع يعني الناس شعروا بان ما يقدروش ينشو في نفس المجال وكان تأتيب للجميع وفي الرسالة الى العدرانيين يقول اي ابن لا يؤدده ابوه وهم كنتم لا تخلونا التأتيب فانتم نغول لا بنين بس المهم ان يكون للعقوبة بعض الشهوط هقول لكم شوية شروط اول حدا الانسان يبدأ بالتعليم وبالاقناع قبل العقوب وثانيا لا يعاقب على كل خطأ ففي مسائل تيجي بالتعليم زي ما ورد في التسخولية امحوا الزمن بالتعليم ان ما نفعش التعليم نبقى بالتأديل ثاني نقطة اقناع الشخص اللي الاب بيعقبه انه في احد الغلطان وانه يستحق الأقوبة وان العقوبة لفيدته دس عاد في بعض الاباء يقول للشخص الغلطان يقول له اختار لك أقوب واحدين ثلاثة اختار لك أحد مد بل ان هذا الامر اتخاذه الله نفسه فلما اخذ داود ارسل اليه نسان النبي وخياره بين ثلاث عقوبات تاخد بي والذي والذي وداود رده قال اقع في يد الله ولا اقع في يد انسان لانه مراحن الله سيفقى ليس على كل ذنب توجد عقوبة ولذلك نقول في المزمور 130 اول مزمور من مزمير صلاة النوم نقول لربنا لو كنت للآثام راصبا يا رب يا رب من يصدف لان من عندك المحصر فالله لا يعاقب على كل خطية وإلا ما كانش الناس يعرفوا يعيشهم دا كل يوم باغلطه فلو كل يوم هو في بعض الحجام مش يترسل وبنقول في اخر مزمير باكل لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لانه لا يتذكى قدامك اي حي فيبقى مش على كل ذنب توجد العقوبة ونخلي الدعليم في الاول قبل العقوبة ثالث نقطة تكون العقوبة على قتر احتمال الشخص اللي بيعاقب زي ما بيقول الكساب ان الله لا يسمح لانه يدربكم فوق ما تطيقون وانه يكون مع التجربة المنفس فما تكونش العقوبة اكثر من احتمال الشخص يعني لازم اللي بيعاقب اذا كان راعي او ابا او معلم او مرشد او اي حالة يراعي احتمال اللقصة كمان فيه عقوبات تكون في السر وعقوبات تكون في العلم على حسب ظروف شو هيك في الارض كذلك العقوبة لا تمنع المحبة يعني عبي عاقب ابنه وتفجل المحبة موجود على الرغم من العقوبة وتكون العقوبة للفائدة للفائدة مش مجرد عقوبة يعني وفي هذه الحالة اللي ينظر ان العقوبة تولد كراغية لان شعر الشخص اللي يشعر بفائدة والمثال اللي موجود عندنا في الكتابة المقدس لهذا الامر القديس بولس الرسول لما عانفت اهل كورنفس ووضخهم ودي في النسانة الاولى في كورنفس الأولى صاح خمسة بالنسبة لخاطر كورنفس وقال لهم اعزلوا الخبيث من وسطكم جي في النسانة التانية رفع العقوبة وقال لهم شوفوا العقوبة ازاي جابت لكم نوع من الغيرة ومن الحماس والتوبة الاخر ونفس الشخص اللي عاقبوا في كورنفس الأولى صمحوا في الرسالة التانية وقال ارجو انه كنت تبطنه له المحبة لقال لا يبتلع نسل هذا من الحزن المفرس يعني ده طريقة يضرب ويلائي فمش كل عقوبة ومش كل زند وطريقة العقوبة لازم تكون معقولة ومفيدة لكن لو احنا قلنا ما فيش عقوبة خالص ده المس بقى يستهتفك ولو قلنا فيه عقوبة على كل زند الناس يتعبوا فعايز حكم اهم حاجة في الصدائم الحكمة والإفراس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة